وفي محافظة الكرك وصلت دائرة الإحصاءات العامة لليوم الثالث على التوالي عمليات التعداد حيث بلغت النسبة المئوية من الإنجاز لغاية منتصف اليوم الثالث 23.18% مدير دائرة الإحصاءات في محافظة الكرك خالد الضمور أكد أن هذه النسبة المرتفعة جاءت بسبب الجهود التي تقوم بها مجموعات الباحثين المنتشرين في جميع أنحاء المحافظة وأكد دمور أن تعاون المواطنين هو ما رفع هذه النسبة حيث أشهد بتعاونهم مع الباحثين مضيفا أنه لم تسجل طيلة الأيام الثلاثة أي حالة امتناع عن التعاون مع الباحثين إلا حالة واحدة سجلت في لواء فقوع وتم أحلها بشكل ودي هذه أول مرة بتنفيها عملية إلكترونية في استخدام التعداد السكاني وصحيح أنها كانت عملية يعني حتى أنها متعبة بس كانت في إلها نكهة خاصة إلها حلاوة هيك في التعامل مع المواطنين في استقبالهم للفكرة أنه عملية تكنولوجية كانت بشكل عام كامل متكامل نسبة الإنجاز لغاية اليوم لغاية هذه الساعة يعني بحوالي 23% من مجمل العمل وهذا حقيقة مبشر بالخير من فضل الله يعني لم تسجل لغاية هذه اللحظة أي عوائق تذكر باستثناء الأخطاء التقنية بما يتعلق في تعليقة الجهاز أو عدم وجود تناقل البيانات نظرا للضغط الهائل من المعلومات التي يرد لغرفة العملية الرئيسية في مقر الدائرة الرئيسية اشتركوا في القناة